فإن كان انشغالك عن مولاك بمراعاة الأهل والمال والولد ورعاية الجار وهذا الانشغال لا ينبني عليه ظلم لأحد لأن الظلم من الكبائر نقول لا ينبني عليه فقط أنك أنت أحببت بعض أفراد أولادك أكثر من الآخرين فجئت مع الذي أحببته تعامله معاملة أحسن من أخيه وربنا أراد أن نجعل المعاملة في المساواة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته في المعيشة وفي حسن العشرة وكذلك في المبيت ولكن كان قلبه يميل أحيانا لسيدتنا عيش فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك يبقى ربنا لا يؤخذك في الميل القلب لكن يؤخذك في المعاملة فإياك أن يكون ميلك القلب يؤدي إلى أيضا ميل في المعاملة وعدم عدل في المعاملة مع الأهل ومع الأولاد لأننا أمرنا بالعدل بينهم وبالتالي مثل هذه الأمور التي تحدث بسبب أن الإنسان له مشاعر وأحيانا ينقذ لمشاعره فلا يؤدي الحقوق الظاهرة فمثل هذه الأشياء إن لم تكن متعلقة بظلم يبين لكن فقط أن ابنك تبتسم في وجهه أكثر من تبتسم في ابنك الأخر ابنك تتحمل منه بعض التقصير فلا تعنفه وابنك الثاني تعنفه حتى ولو لم يقصر أحيانا بتحصل مثل هذه الأشياء فكل دي اسمها فتنة فتنة الإنسان يفتن فيها وهذه الفتنة ربنا سبحانه وتعالى يكفرها بالمواظبة على الصلاة وكذا الصيام وكذلك الصدقة والأمر والنهي يبقى كأن الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي يعني النصح للخلق هو الذي يكون سببا لتكفير هذه التجاوزات كلها المتعلقة بنعم الله